أكيد هي تساؤلات مشروعة لكن هذا الأمر يؤكد على أن وزارة الداخلية حريصة ووزارة الداخلية بتعمل بشكل قوي جدا على أنه نصل إلى أجانب الحقيقي وأنا بتصور أنه فيه معلومات مهمة جدا لها صراحة بوزارة الداخل في قترة الحالة النيابة طبعا هتقدر تقول ده وطب الشرعي وكل أجهزة المعنية مازينا بنتابع التقارير الدولية وكمان شفنا حدثة بروكسيل الأخيرة وكمان ألقت بزلالها على المجتمع الدولي ككل واتخاذ بعض الإجراءات الاحتراصية من جانب بعض الدول الاتحاد الأوروبي أغلاق الحدود في دول مختلفة القضية في بروكسيل أنها تحتضن أهم المؤسسات الدولية مكر بعثة الأمم المتحدة في جينيف كمان مكر الحلف الناتو والحلف شمال الأطلنطي وبعض الأجهزة الدولية أو المنظمات الدولية الكبيرة الخبر بيقول أن بروكسيل تدفع فطورة احتضان الجهاديين الأوروبيين تعليق حضرتك على الخبر ده ده حقيقي لأن الكثير من المتخصين في هذا الشأن في الشأن اللي بتحدثوا عن أن يوجد في بروكسيل بعض المدن الحاضنة للجهاديين والحقيقة بتحدثوا عن هذه المدينة لا يوجد بها عدد ضخم جدا من الجهاديين وبالتالي لا يمكن لدولة أن تترك هذا الكام وهذا العدد من الجهاديين الموجودين فيها ومعروفين في أحد المدن في بروكسيل وبالتالي تحدث كل فترة بتحدث عمليات إرهابية ويتضح بعد التحريات أن هذه العمليات الإرهابية منفزيها من وبالتالي المعلومات التي حصلت بعد تفجيرات باريس بتؤكد أن الشاب صلاح عبد السلام هذا الفاعل الرئيسي في تفجيرات باريس الحقيقة كان من قاطني أحد المدن في بلجيكا وأن تخطيط عملية فرنسا بالفعل تم في بلجيكا وبالتالي هم تركوا هذا الأمر لم تكن هناك إجراءات من قبل سلطات الأمن البلجيكي للقضاء على هذه البؤرة الحقيقة التي فيها عدد كبير من الجهاديين وبالتالي هو المعلومات الأخيرة تؤكد أن هؤلاء الأشخاص أيضا الذين قاموا بعملية بروكسل أو تفجيرات بروكسل هم برضو من قاطني هذه المدينة في بروكسل وبالتالي لابد من السلطات المجيكية أن تعي جيدا أن ما يحدث في أوروبا وفي بروكسل من داخل هذه الأماكن وهم مواطنين أوروبيين خلينا نختم جولتنا النهاردة أساس صلاح من مقال العدد واللي فيه مقال بيكلم فيه كاتب عن الفكر المسموم اللي أنتجه المحافظون الجدد في أمريكا وفيه كمان تزوجت فيه السلطة برأس المال فأنتجت عدد من السياسيين الذين يدمرون العالم شرقا وغربا ونقرأ فيه كيري والطبخة المسمومة أيه المقال وإيه فكرته وإيه الهدف اللي عايز يوصله يعني هو الحقيقة الموضوع بيدور حول تصريحات جونكري الأخيرة حول حقوق الإنسان في مصر والبرلمان الأوروبي كل الحاجات دي أصارت الحقيقة حفيظة المجلس النواب المصري وحقيقة برضو السياسيين والمراقبين للوضع السياسي في مصر والمؤسسات المصرية أيضا الحقيقة كان إحنا عندنا ما يخص لما بدأت مصر تكلم على مسألة التمويلات الأجنبية وأكدت على أنه إحنا عندنا أشخاص وعندنا مؤسسات وعندنا أرقام فلوس موجودة الحقيقة بدأت يكون فيه انتقادات الوضع حقوق الإنسان في مصر عندنا أزمة لابد أن يعي العالم عندنا أزمة إرهاب لابد أن حينما نتحدث عن حقوق الإنسان أو يكون هناك إرهاب وقتل ودم لابد أن ننحي حقوق الإنسان جانبا ده لا يعني أننا هننتهك حقوق الإنسان لا بالعكس بس إحنا لابد أن نتعامل بشكل في حزم ونتعامل بشكل في حرص على دولتنا الدولة المصرية ونكون حريصين ونطبق القوانين على الإرهاب بشكل قوي جدا الحقيقة هم انتقدوا ده السؤال عاطف عبد الغني أراد أن يوضح أنا كيري بينفذ سياسات أمريكا سياسات المؤسسات الأمريكية دي شكل قوي جدا هو مش بشكل شخصي بينفذ سياسات المؤسسة الأمريكية دي دولة مؤسسات في أمريكا بالزبط وبالتالي هو أراد أن يقول أنا مصر هي دولة بتنتقح وقول إنسان مصر ليس لم تهتم بهذا الأمر وبشأنه ده الحقيقة كلنا عارفين إنه لما تكون عايزة أمريكا تدخل أي دولة أو تتكلم في شؤونها الدخلية تتكلم على حقوق الإنسان وهي بعد ما تكون اعتقد عن حقوق الإنسان بالزبط ده الحقيقة ده مكملة ده تكملة المقال ربنا خليه شكرا شكرا جزيلا عن تشريف أكلين النهاردة شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا الكرام انتهت هذه الحلقة من الصحافة اليوم غدا فريق عمل جديد وموضوعات جديدة شكرا لكم وإلى اللقاء